اشتركوا في القناة حيث اقدمت على هدم 25 محلا تجاريا وخدميا في سوق شملان بمديرية همدان محافظة صنعاء على رؤوس اصحابها وبضائعهم بحجة توسعة الطريق مع ان هذه المحلات لها اكثر من 35 عاما تذر بالدخل على اصحابها ومن يعملون فيها هذه الجريمة البشعة تمت بقيادة المتحوث المدعو حمود محسن سعتر المكنى ابو اصيل المعين من قبل الميليشيات مدير امن همدان والتي تقول المصادر انه استلم 30 مليون ريال لهدم تلك المحلات شهود عيان اكدوا ان عملية الهدم تمت دون انذار اصحاب المحلات باخراج بضائعهم وحاجتهم واموالهم وان الشيولات التي قامت بعملية الهدم تحت حماية امنية من قبل الميليشيات ذكت المحلات التجارية على ما بداخلها والتي تشمل محلات اللحوم والخضروات والفواكه والبهارات والملابس وخدمات التلفونات وبوفيات ومطاعم وصيدليات والتي تقدر بملايين الريالات وحولتها الى اطلال واثرا بعد عين ورغم المناشدات التي اطلقها اصحاب المحلات بعطائهم فرصة لساعات والسماح لهم باخراج بضائعهم الا ان الميليشيات لم تكترث لتلك النداءات بل قامت بالزج بالعشرات منهم الى السجون لاعتراضهم على ذلك وشنت حملة تفتيش واسع للتلفونات وضبط الكثير منها خشية من تصوير هذه الجريمة وفضح الميليشيات امام الرأي العام هذه الحملة الشرسة والاعتداء الغاشم بحق اصحاب المحلات التجارية بسوق شملان نفذتها الميليشيات دون تعويض عادل او احكام قضائية منافية للدسور والقوانين واللوايح والانظمة المتعارفة عليها